السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لس يقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم بغرض السرقة وزوجها يقتله وقبل أن ننتقل لتفاصيل هذا الخبر نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله والإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا فلننتقل لتفاصيل هذا الخبر تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة للسرقة من قبل شاب سوري ولكن المحاولة فشلت لتصادف وجود زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي فاجأه بإشهار المسدس في وجهه مطالبا إياه بمغادرة المنزل وهذا ما نتج عنه تبادل لإطلاق النار بين الطرفين وقد أصفر عن مقتل السارق على الفور وقد حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية وذكرت مصادر لبنانية قريبة من التحقيق في الحادث إن محمد حسن الموسى من موليد العام 1989 وهو سوريا الجنسية وقد دخل فجر اليوم الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرام في نيو سهيلة كاسوران بقصد السرقة بعد تمكنه من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس تمكن بوسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل وذلك بمجرد أن شهر المسدس عليهم وتابع سيره داخل المنزل ولم يتمكن زوج نانسي عجرام من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة وتابع السارق طريقة إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرام مهددا بقتل من يعترد طريقه بمسدسه يمينا ويسارا وعندما أصر على التوجه إلى غرفة البنات حاول زوج نانسي عجرام ردعه عن ذلك من دون هوادة عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج نانسي عجرام الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس صوت وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى